اهلا وسهلا بكل متابعينا متابعة الفيزيوني اليوم السابع في كل مكان بتشهد سماء مصر اكتمال امر محرم وهو بيمثل تاني بدر عملاق والاقرب للارض في عام 2023 واللي هتستمر رؤيته طوال الليلة رصدت كاميرا اليوم السابع الظاهرة عبر العديد من الصور اللي اظهرت القمر عملاق خلونا نهرض على حضراتكم مجموعة من الصور للقمر العملاق ونرجع لكم مرة تانية اشتركوا في القناة خلينا اقول لحضراتكم ان الظاهرة اللي بنشهدها النهاردة هتتكرر مرة تانية خلال شهر اغسطس في ظاهرة فلاكية نادرة مش هتحصل مرة تانية غير في شهر يناير عام 2037 وفي معلومة مهمة يمكن ناس كتير مش واغدة بالها منها وهي ان القمر العملاق هو نفسه الامر اللي بيظهر في سماء الليل على شكل جرم سماوي نبير ومشرق وبنفس حجمه المعتاد ولكن بيطلق عليه اسم امر عملاق لانه بيظهر بحجم اكبر من اللي احنا بنشوفه وده نتيجة اقترابه من الارض بشكل مختلف عن الطبيعي في اربع امر املاقة في عام 2023 الاول ظهر بشكل رسمي في شهر يوليو تحديدا في 3 يوليو في صورة مذهلة من لندن الى اسطنبول وسان فرانسيسكو وفي امرين في شهر اغسطس واحد منهم اللي احنا بنشهده النهاردة الظاهرة دي بتحصل ليه؟ ناس كتير بتسأل الظاهرة بتحصل لان الامر بيدور حول الارض في مصار غير دقيري بشكل تام ويظهر اكبر بنسبة 14% وسطوع بيكون اكبر بنسبة 30% من الامر العادي وده وفقا لموقع ظهوره خلال السنة الاطمار الارضعة العملاقة في عام 2023 بعضها ظهر وبعضها لسه هيظهر اما بالنسبة لمعايد الظهور زي ما قلت لحضراتكم في شهر يوليو وتحديدا 3 يوليو الماضي ظهر الباك مون وده طبعا واحد من الاطمار العملاقة المرتبطة بعام 2023 في واحد اغسطس ظهر طبعا اللي هو النهاردة والامر اللي احنا بنشوفه نهاردة هو استرجيون مون وده اللي بنشوفه النهاردة في سماء القاهرة وفي عدد من بلدان العالم وطبعا هتستمر رؤيته طوال الليل في 30 اغسطس هيظهر امر تاني نفس الشهر اللي احنا فيه هو باسم بلو مون واخيرا في 29 ستمبر هيظهر هارفست مون ده بالنسبة للاربع اقمار اللي هتظهر خلال عام 2023 وطبعا منها امر ظهر في يوليو والامر اللي احنا بنشوفه النهاردة وفي امرين تانيين واحد في اغسطس واحد في نهاية العام مرة تانية بتشهد سماء مصر اكتمال امر محرم وهو بيمثل تاني بدر املاق والاقرب للارض في عام 2023 وزي ما ظهر قدام حضراتكم دي صور الامر اللي تخططتها عدسات كاميرات اليوم السابع من مناطق مختلفة من انحاء الجمهورية الامر طبعا زي ما ظهر قدام حضراتكم بشكل واضح جدا وبشكل يده اكبر من شكله الطبيعي بنسبة 14% وفقا طبعا لكلام العلماء وسطوه اكبر بنسبة 30% الصور طبعا اللي بنعرضها حضراتكم ديت من سماء القاهرة طبعا زي ما حضراتكم عارفين واحد من اهم الظواهر الفلكية اللي بيشهدها العالم في عام 2023 وخلينا اقول لحضراتكم كمان مرة تانية ان الظاهرة اللي بنشهدها النهاردة هتتقرر مرة تانية خلال شهر اغسطس في ظاهرة فلكية نادرة مش هتحصل مرة تانية غير في شهر يناير عام 2037 يعني احنا بنتكلم في حوالي 14 سنة من النهاردة وفي معلومة مهمة يمكن ناس كتير مش وغدا بالها منها وهي ان الامر العملاق اللي احنا بنشوفه هو نفسه الامر الطبيعي اللي بنشوفه كل يوم في سماء الليل على شكل جرم سماوي كبير ومشرق وبنفس حجم المعتاد ولكن بيطلق عليه اسم امر عملاق لانه بيظهر بحجم اكبر من اللي احنا بنشوفه وده نتيجة اقترابه من الارض والصدوعه كمان بيكون اكبر بنسبة 30% زي ما قلت لحضراتكم في اربع اخمار عملاقة في عام 2023 الاول ظهر بشكل رسمي وده كان في شهر يوليو وتحديدا يوم 3 يوليو وفي امرين هيظهروا في شهر اغسطس منهم واحد اللي احنا بنشوفه النهاردة والتاني هيظهر في نهاية شهر اغسطس وتحديدا في 31 اغسطس التظاهرة دي بتحصل ليه بقى يعني ليه بنشوف الامر العملاق اللي بيظهر قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي وايه اللي بيخاليه بهذا السطوع او ايه اللي بيخاليه قريب من الارض بهذا الشكل وفقا لكلام العلماء بيقولوا ان ده بيحصل لان الامر بيدور حول الارض في مصار غير دائري بشكل تام وده بيؤدي لان هو بيظهر بنسبة اكبر بتقريبا 14% من النسبة الطبيعية وسطوعه بيكون اكبر بنسبة 30% من الامر العادي وده وفقا لمواعد ظهوره كلال السنة قبل مختم الاقمار الارضعة اللي هملاقة في عام 2023 بعضها ظهر وبعضها لسه هيظهر مواعيد الظهور في شعر يوليو وطبعا ده اللي ظهر اللي بيسمى باك مون وده ظهر بشكل رسمي وفي واحد اغسطس اللي هو النهاردة بنشوف استورجيون مون وده اللي بنشوفه بشكل رسمي عاليا وهيستمر رؤيته لحد نهاية الليل وفي 30 اغسطس هيظهر امر تاني وهو بلومون واخيرا في 29 ستمبر هارفست مون دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذه الظاهرة الفلكية اللي بنشهدها النهاردة واللي بنشوف فيها امر عملاق في سماء القاهرة وعدد من بلدان العالم وزي ما هو ظاهر قدام حضراتكم في الصور على شاشة تلفزيون اليوم السابع انا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة واللقاء في تخطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة